موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام سعد الله وقاتلكم بكل خير أهلا ومرحبا فيكم في برنامج المؤشر ومع ختام جلستنا لهذا اليوم هي الجلسة الوحيدة في هذا الأسبوع مشاهدين الكرام والتي ما زالت في مود العطلة بضعف السيولة وكذلك يعني العزوف الواضح رغم الضغوطات البيعية على السوق الأول اللي كان أكثرها ومركز على الشركات القيادية اليوم وخسر فيها مؤشر السوق الأول كثير من النقاط تلا أيضا مؤشرات السوق بطبيعة الحال نذهب سريعا إلى زميل عايد حيث التفاصيل بصورتها اللي دائما تكون أوضح مع الختام لا سيما مع فترة المزاد مع زميل عايد من استوديوهاتنا في برصة كويت حياك أبو عبد الله مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدين الكرام وهنا وسهلا بكم فعلا رائد هي جلسة سلبية للغاية أسوة بأسواق المال العالمية والخليجية التراجعات كانت واضحة ضعف السيولة ضعف في حركة التداول يعني من أضعف الجلسات اللي مرت على السوق خلال شهر يوليو وواضح مشاهدين الكرام هناك عزوف واضح عن الدخول على كثير من الشركات والضغط واضح من قبل الشركات القيادية كالوطني وبيتك والصناعات الوطنية والمباني وأقلب الشركات القيادية اليوم متراجعة بقوة خاصة بيتك والوطني تراجعات قوية جدا لكن ممكن يعدون في إقفال المزاد لأننا نقعد نشوف دخول في إقفال المزاد لكن بالمقابل هناك عروض كثيرة جدا لهذه الشركات القيادية خلال شوف معكم مشاهدين الكرام أعتقد الشيء المزاد أو قاب قوسين أو أدنى من الدخول في المزاد خلال شوف كثير من تراجعين نحن بالأول تعقيد من تراجعين إما وست نقاط نشوف السؤال بقية المنشرات وكذلك إقفالات المزاد في هذه الجلسة الجلسة الوحيدة لهذا الأسبوع ونأمل إن شاء الله أن تكون إيجابية في نهايتها وتقلص كثير من خسائرها خاصة في ظل يعني ضعف شديد في محركة التداول لاحظ مشاهدين الكرام في هذه اللحظات يعني دساءها هو المزاد ها هو المزاد ها هو المزاد مشاهدين الكرام ها هو المزاد يعني السوق الأول من 106 نقاط إلى 40 نقطة يعني تقيير كبير السولة من 37 إلى 45 مليون لاحظ غفال المزاد دخول قوي جدا يعني الوطني أو بيتك كان متراجع بقوة مشاهدين الكرام عدا الوضعيته بيتك كذلك متراجع بقوة عدا الوضعيته كثير من الشركات عدلت أمورهم بصورة واضحة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة يعني القفال المزاد مميز القفال المزاد مميز مشاهدين الكرام في هذه الجلسة تراجع السوق الأول 40 نقطة و 16 نقطة من 106 نقاط و شوي السيولة 39 مليون 800 لهذا السوق السوق الرئيسي 212 نقطة نقول تراجعا 5 مليون 387 سيولته المؤشر السوق العام 34 نقطة و 18 نقطة تراجعا بسيولة إجمالية للسوق ككل 45 مليون 239 الوطني من 15 فلس إلى فلس من 15 فلس إلى فلس مشاهدين الكرام بنق الخليج يتراجع فلسين الدول يرتفع ثلاث فلس برقان بفلس لبيتك 13 فلس تراجعا بوبيان بحشر الفلس لا باستغرار أسف استثمارات وطنية اليوم مجموعة الاستثمارات الوطنية هي الأفضل مجموعة الاستثمارات الوطنية هي الأفضل 6 فلس استثمارات وطنية المشاريع على استغرار بعد أن كانت متراجع ثلاث فلس للإبتياز يعني صار قفال المزاد مميز أمانتهم اخفال المزاد مميز 66 نقطة وشوي مشاهدين الكرام اللي عدل بأخفال المزاد السوق عغارات الكويت على استغرار المباني بستة فلس والصناعات الوطنية تراجع أربعة فلس كيبلات ترتفع فلس مجموعة الاستثمارات الوطنية هي الأفضل بوبيان بحشرات الوطنية الثلاث فلس ارتفاعا اجيلتي تراجع بعد أن كانت متراجعة تقريبا يعني سبعمية وتسعة وخمسين أو سبعة وخمسين أقفلت بتراجع سبعة فلوس فقط لا قير زين ترتفع فلس في هذه الجلسة هيمنسوفت ست فلوس تراجعا الافكو ترتفع ثلاث فلوس الجزيرة خمس فلوس تراجعا والأهل المتحد البحريني يتراجع ثلاث فلوس في نهاية الجلسة واربع على استغرار وميزان والمتكامل للمشاهدين الكرام بارتفاع واضح وشمال الزور بستقل والبورصة سبعة عشر فلس والغانم على استغرار يعني نلاحظ مشاهدين الكرام السوق الأول أفضل حالا يعني عدل كثيرا في نهاية هذه الجلسة وحن كنا نلقى اللوم أثناء الجلسة على السوق الأول وتراجعات الكبيرة جدا مشاهدين الكرام والضغط البيعي اللي حدث على معظم شركات السوق الأول وخاصة الشركات القيادية أو البنوك الوطني وبيتك هما اللي سبب هذه التراجعات كذلك بقيت شركات أخرى لكن تعديل المزاد كان واضح ودخول مميز رفع السولة حوالي سبعة مليون دينار كويتي في نهاية هذه الجلسة لذلك كانت من أضعف الجلسات لا صارت يعني مضمن الجلسات العادية اللي تعودنا عليها في الفترة الماضية خلال يعني شهر يوليو بـ 45 مليون وشوي هذا بالنسبة لي السوق المشاهدين الكرام السوق الأول أما السوق الرئيسي فنشوف وضعيته لعدل كذلك كثيرا في نهاية هذه الجلسة خلنشوف كثير عدل وكذلك شنو الشركات اللي عدلت في إغفالات المزاد ووضعية بعض الشركات اليوم قاعد نشوف أنا في شركات مميزة كان وفست اليوم دخول جدا مميز وكذلك بعض الشركات الأخرى فيها نشاط واضح ودخول إيجابي أدى إلى تغليص الخسائر في نهاية هذه الجلسة أو أثناء التداولات خلصت الخسائر للسوق الرئيسي بصورة ملفتة وكان هناك شراء جيد لكن السوق ما زال ضعيفة على هذا السوق لذلك ننتقل مباشرة المشاهدين الكرام للسوق الرئيسي ونشوف الصبقات اللي تمت في هذه اللحظات على بعض الشركات والسولة وين وصلت في هذه اللحظات إلى السوق الرئيسي ووضعيته مشاهدين الكرام ونأمل إن شاء الله أن يكون ترتفع السولة خلال هذه الدقاءة قبل 45 أو 40 دقيقة ونشوف الوضع العام اللي رح تقول إليه في نهاية هذه الجلسة الجلسة الوحيدة لهذا الأسبوع خلتشوف معكم مشاهدي الكرام المتحد يتراجع أربع فلوس خلتشوف المتحد يتراجع أربع فلوس في نهاية هذه الجلسة وبعض الشركات الأخرى أجوان على تراجع الكويتية خمس فلوس اتفاعا مساكن بارتفاع والعيد فلس وعمار تراجع ثلاثلوس إيفا ترتبع فلس في نهاية هذه الجلسة تسيلات على استغرار ونشوف في جيلة مشاهدي الكرام السولة 45 مليون 760 ونشوف بعض الشركات الأخرى الساحل يتراجع أربع فلوس بصترين البيت على تراجع أرزان ترتبع ثلاثلوس الأولى ثبانة أعشار الفلس ارتفاع المركز المالي يتراجع ثلاثلوس الأولى بارتفاع وعندما ذكرنا عيان تراجع فلس بعد ذلك كانت متراجع أكثر تقريبا العيان قلصت كثير من الخسائر وبعيان تراجع ثلاثلوس أصول ترتبع فلسين فاصلة سبعة كامكو بفلسين تراجعا ولحظ يونيكاب خمس فلوس فاصلة واحد يونيكاب ارتفاع خمس فلوس فاصلة واحد في نهاية هذه الجلسة لحظ الشرعة مشاهدي الكويتية 148 من أفضل الشركات اليوم الكويتية الشركات الاستثمارية الكويتية الاستثمار اليوم نشاط من بداية الجلسة رقب التراجعات ورقب الضغوط البيعية ولقى الكويتية الاستثمار كانت هي الأفضل الصفات ترتبع فلس في نهاية هذه الجلسة اكتتاب على تراجع نور بيرتفاع 6 فلوس سمدين الاستثمارية على تراجع آسيا بتراجع كذلك 14 فلس وراسيات بثلاث فلوس تراجعا بعد أن كانت مرتفعة أثناء الجلسة أعتقد أن كانت مرتفعة اللاحظ اللاحظ الوثاق بيرتفاع المتحدة على تراجع الوطنية العقارية تستقر بعد تراجعات أثناء التداولات التمديل العقارية بتراجع أجيال 19 فلس ارتفاع لكن ب400 سهم ماكوش 400 سهم مشاهد العربية عقارية بيرتفاع لان ما العقارية بيرتفاع التجارية كذلك بيرتفاع التجارية كان واضح التداولات على 101 و 102 ولكن دخول قوي ونشاط لهذه الشركة مميز في الفترة الماضية يعني قاعدة راقب الشركة أمانت فيها تداولات جدا جيدة في الفترة الماضية سنام كذلك بتراجعات 3.8 وألاحظ عقار كذلك بيرتفاع وعقارية بتراجع تجارة بتراجع في نهاية الجلسة بعد ذلك كانت مرتفعة أثناء التداولات التعمير باستقرار أرجام بيرتفاع ودبي الأولى مدينة الأعمال وكذلك منازل بيرتفاع جدا جيد مشاهدين الكرام وميناء ومراكز على تراجع ورمال المستقرة والسفن بيرتفاع 14 فلس يعني مجموعة الاستثمارات الوطنية عيد وكرر هي المجموعة الأفضل والأبرز في حركة تداولات في هذه الجلسة بورتن فلسين صعودا السكب 20 فلس وأسيكو بفلس ووطني مد البناء على تراجع المعدات بتراجع استهلاكية 5 فلوس استهلاكية 5 فلوس مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة 11 وربا كابيتل كذلك بتراجع واضح فيما التعليمية ترتفع 91 فلس بسهم 1 والبترولية التراجع 13 فلس والبترولية اعتقد اليوم اليوم اجتماع مجلس دارا لبيانات النصف الأول اليوم اجتماع البترولية على ما اذكر يعني عربي غابة وتراجع 5 فلوس الرابط ترتفع 11 فلس اللاحظ المعامل على تراجع التخصيص وبيت الطاقة بارتفاع بترغرف على تراجع يابار بارتفاع فلس إيفا فناتق التراجع في نهاية الجلسة 18 فلس رغم أنها كانت مرتفعة نات داوتو كمية بسيطة جدا المشتركة كانت متراجعة نات داوتو جدا النخيل بارتفاع أسس بتراجع 10 فلوس وحياتكم المتراجعة في ويتشار كيد كذلك مشاهدين الكرام بخمس فلوس وعشرين وتراجع لجميع المؤشرات الفجيرة التي ستسحم من السوق السحاب اختياري في ثلاثين اهدعش آخر موعد للفجيرة الأبيض بتراجع القابضة المصرية مع الهداولات اليوم جي أف إتش يتراجع فلس وثمانة عشر الفلس فلس وثمانة عشر الفلس وأنفست ترتفع عشر فلوس أنفست واضح من الأسبوع الماضي كان فيها حركة جدا جيدة ولاحظنا ارتفعات جدا مشاهدين الكرام ممتازة فيما STC في المنطقة الحمراء منار ولاند وجي تي سي كذلك في المنطقة الحمراء وأقفل السوق على سيولة 45 مليون 929 وتراجع لجميع المؤشرات وتغلصت مشاهدين الكرام الخسائر بصورة ملموسة في هذه الجلسة لذلك قاعد نشوف جلسة نوعا ما أفضل في إقفال المزاد تغلصت فيها الخسائر بصورة كبيرة جدا مع سيولة ومرتفعة مشاهدين الكرام من 37 مليون إلى 45 مليون تسعمية يعني حوالي 8 مليون تقريبا في نهاية هذه الجلسة أو 8 مليون ونص تقريبا في نهاية هذه الجلسة ارتفع جدا جيد مشاهدين الكرام من السيولة نأمل إن شاء الله التوفيق للجميع في الأسبوع الغادم اللي راح يكون فيه إن شاء الله يوم من يوم الأحد إن شاء الله ستبدأ لمدة أسبوع إن شاء الله كامل حتى يكونوا استقرار لسوقنا إن شاء الله خلال جلسة الأحد القادم وكل شكرا لك راد ولمشاهدين الكرام شكرا لك عائدة أعطيك العافية مشاهدين الكرام هكذا إذن تنتهي هذه الجلسة الوحيدة في هذا الأسبوع ونحن نتابع معكم مشاهدين الكرام منذ انطلاقتها ضعف السيولة اللي كان واضح وأيضا بعد ذلك الضغوطات البيعية اللي دخلت على الشركات القيادية على مكون السوق الأول وتراجع بنقاط عديدة ثم ذلك أيضا قلص من تراجعاته مع فترة المزاد زاد السيولة أيضا وصلت إلى 45 مليون بيعية مركزة على الشركات القيادية بالدرجة الأولى ومن ثم أيضا بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي هي ما تعدد 5 ملايين من سيولة اليوم كانت لمكونات السوق الرئيسي والتي أيضا بدوره تراجع إذن رأينا لون أحمر مشاهدين الكرام ورأينا أيضا تراجعات وضغطات بيعية منذ انطلاق الجلسة وحتى نهايتها ولأنها جلسة وحيدة فمتوقع في هذا الأسبوع متوقع أن تكون هذه التراجعات دعونا نأخذ رأي ضيفنا من استوديهاتنا في بورصة الكويت حول تداولاتنا قبل عطلة العيد وفي جلسة اليوم وأيضا ماذا ممكن أن يكون في جلسة الأسبوع القادم مع المحلل المال الأستاذ حسن ومجداد حياة كرسة حسن أهلا ومرحبا فيك الله يحييك أخي رائد أرحب فيك وبإخواني مشاهدي تنزيل الكويت حياة كالله أستاذ حسن أولا كالعام تبخير ونحن في هذه الجلسة هي جلسة وحيدة في هذا الأسبوع بعد عطلة عيد الأضحى لكن أيضا كان متوقع أن تكون هناك تراجعات أو علاقة الضعف في السيولة والتداولات لكن رأينا تركيز عالي في الضغطات البعية على الشركات القيادية كيف تفسر هذه التراجعات وهذا الكم من الضغط البيعي على السوق القياد نعم أرحب فيك أخي رائد وبإخواني مشاهدي تنزيل الكويت وهنئك وهنئك قم البرنامج أخواني مشاهدين بحلول عيد الأضحى المبارك طبعا الأيام التي كانت مغلقة فيها البورصة كان هناك انخفاضات في الأسواق العالمية ظهور أرقام أرقام التضخم سلبية بالأمس للاقتصاد الأمريكي فوق 9% انخفاض أسعار النفط تقريبا اليوم 2% وزيارة المتوقعة لبايدن المملكة العربية السعودية ممكن تضغط على أسعار النفط بالمزيد من التراجعات كل هذه الأمور تسعر الأسواق في الجلسات السابقة طبعا سوقنا كان مغلق السوق السعودي اليوم تقريبا مخفض 1% وكذلك الأسواق الخليجية ما بين انخفاض أو تذبذب فرأينا هذا الانخفاض طبعا السيولة كانت ضعيفة يعني ما شفنا سيولة قوية بهذا الانخفاض وهذا يعني يعطي نوع من التطمينات لكن واقع التحليل الفني خيرائد السوق عند منطقة تقريبا 8200 نقطة منطقة متوسطات منطقة يعني دعومات هذه المناطق يعني السوق يقرأها يعني بشكل واضح صانع السوق يحاول دعم السوق عند هذه المنطقة وبما شكنا في قولات المزاد ان شاء الله يعني نشوف الأسبوع المقبل تغيير يعني في نمط التداول الشراء مرة أخرى على الأقل نشوف محافظة على مستوياتهم يعني فوق 8200 نقطة لأن في 4-7 اصطدمنا بمنطقة 8400 رأينا تراجع مرة أخرى عضانا السوق مرة أخرى قمة أخرى أدنى من هذه القمة ومع ذلك تراجعنا من هذه القمة فقمة دون قمة تعطي يعني مؤشر سلبي للسوق ولكن ان شاء الله يعني أسبوع المقبل بتداولات أكبر من هذه التداولات تتضح الرؤية ونشوف اتجاه السوق في الفترة المقبلة ممتاز رغم الإشارات الفنية السلبية التي عشرت لها لتمر فيها مؤشراتنا لكن عندنا مثلا مثال يعني غالبا ما يكون أيضا بعض يقول أن بوصلت السوق تكون أو القياد بالذات مع الوطني الوطني يعني منذ قبل الأزمة الأخيرة والأزمات المتتابعة من رفع الفائدة من حرب أوكرانيا وروسيا وغيرها من الأمور هذه ومعطيات السلبية على هذه المستويات لم ينزل لم يتزحزح هو في ما فوق الدينار و60 فلس لفترة طويلة إلى أي مدى أو إلى ماذا يعكس لنا الوطني في هذا التماسك رغم القراءة السلبية الفنية نعم طبعا القطاع البنكي بشكل عام أخي رائد يعني من المفترض أن تكون الأسعار يعني ما نشوف تذبذب في أسعارها بهذا الشكل لكن البنك الوطني نشوفها يعاكس السوق يعني الفترات الماضية كما تفضلت يحافظ على مستويات ما فوق الدينار و50 حتى لو شفت جلسة أو جلستين تراجع على هذا السهم نشوف في التركيز السيولة تقريبا 50% من السيولة وخصوصا الأجانب نشوفهم دخول على هذا السهم من فترة إلى أخرى فهذا السهم يعني في كثير من الجلسات ثبت مؤشرات السوق حافظ على مؤشرات السوق نتمنى يعني الأسهم الأخرى القيادية ببيتك غيرها من الأسهم تحذو حذو هذا السهم وهذا هذا البنك لأن للأمانة فعلا صانع السوق يدعم هذا السهم ونشوف دخول سريع ارتداد محافظة على أسعار معينة أسهم أخرى قيادية نشوف تكسر مستويات ويعني تخسر أكثر من النقاط أكثر من البنك الوطني في أكثر من جاسة فثبات هذا السهم واضح أن دخول سيولة قوية عليه تحكم صانع السوق وتثبيت سعره عند مكان معين لأن وزن البنك الوطني وبيتك على المؤشر كبير خيرائد يعني الوطني وبيتك تقريبا 50% من وزن المؤشر لهذه السهمين فتثبيت هذا السهم بهذه الأسعار شيء جيد وداعم لسوق ونتمنى إن شاء الله نشوف هذا النمط من التداول على سهم بيتك في المستقبل إن شاء الله في الأسبوعين المقبلين إن شاء الله رح تكون حديث وأيضا رح يكون المجال أوسع للبيانات المالية تأثيرها كيف سيكون على السوق كيف سيكون أيضا وما أهمية هذه البيانات المالية بالذات بعد كل هذه التراجعات التي حظيت فيها ومؤشرات السوق نعم لا شك أن البيانات المالية مهمة هي من تحدد اتجاه السوق طبعا القطاع البنكي سيكون أول المبادرين في الإعلان وخصوصا البنك الوطني إن شاء الله ما نشوف القطاع البنكي متأثر لأنه كما ذكرنا في علاقات سابقة أن القطاع البنكي يتمتع بمخصصات ضخمة الوطني تمويل خليج غيرها من البنوك يبقى يبقى الأثر المالي انتظارة وترقب على القطاع الاستثماري مدى ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير على القطاع الاستثماري كذلك انخفاض الأسهم بشكل كبير يعني السوق تقريبا 16-15% انخفض خلال شهرين هناك شركات لديها محافظ لديها صناديق في السوق وفي قطاع الاستثمار ما هي الخسائر الغير المحققة لهذه الصناديق هل هي في نطاق المقبول يعني في حدود مقبولة بحيث ان تكون لديها أرباح فائضة او قليل من الأرباح بعد هذه الانخفاضات ام دخلت هذه الصناديق في خسائر ان شاء الله يعني البيانات الاولية تشير لان هذه الصناديق كافريج محققة فوق الـ 12% منذ بداية السنة وان شاء الله شوف الخسائر ليست كبيرة وتكون لدى هذه الصناديق بعض الأرباح بعد هذه الانخفاضات بإذن الله شكرا لك أعطيك العافية المحل المال لأستاذ حسن بمجداد كنت معنا في قراءة جلسة اليوم من السديهاتنا في بورسة الكوي شكرا جزيلا لك الشكرا أيضا لكم مشاهدي ومتابعي برنامج الموأش رقاكم على خير ان شاء الله حتى نتابع معكم تداولات يوم الأحد القادم إلى بارك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة